نظمت هيئة التعاون الدولي اليابانية التي تعرف اختصارا باسم جايكا ورشة عمل تناقش قضية ندرة المياه التحديات والحلول بحضور السفير نوكي مساكي سفير اليابان بالقاهرة وعدد من اساتذة الجامعات المتخصصين في مجال الري والموارد المائية ومجموعة من الوزراء والمحافظين السابقين طبعاً أهمية الموضوع النهاردة ندرة المياه أصبح يعني المواطن العادي يمكن بقى في وعي حالياً إن في مشكلة حي الموضوع النهاردة عدد سكاننا وصل 100 مليون آخر إحصاء في 2020 وهي هي نفس كمية المياه اللي بتاعت لنا من الحدود كمية سابتة فأصبحت كل يوم وكل سنة نصيب الفرد بيقل نحن النهاردة حالياً نصيب الفرد حوالي 570 متر مكعب في السنة الحد الفقر المائي ألف فإحنا تحت الحد الفقر المائي وهناك حد الندرة المائية قربنا منها إذن هناك قوة لنا جميعاً إحنا نتحرك في كل المجالات سواء في التجاه العلمي والتنفيذي فالنهاردة مطابر النهاردة بيناقش مشكلة ندرة المائية سواء في الحلول المقترحة إزاي ندبر موارد مائية مستقبلية لعشرين ثلاثين وعشرين خمسين طبعاً بدأنا في مصر متعددة سواء من التوسع في نظم الرأي الحديثة سواء في تقليل المحاصيل الشارعية للمياه المقترحة التالت أو المصاري التالت إن أنا أبدأ ترشيد استخدام المياه بكل صوره وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المياه هي شريان الحياة وطبعاً مش هنعرف الناس قدي اهتمامنا أو اهتمام البلد بتوفير المياه الصالحة لكل الشعب يعني فطبعاً دي حاجة من أهم الاهتمامات الموجودة وبنشكر طبعاً الجايكة اللي دعوتها لهذا المؤتمر وبراعيتهم يعني فطبعاً الحلول بقى الموجودة واستخدام التكنولوجيا بصفة خاصة في توفير المياه النقية سواء مياه الملحة تقدر نقدر نملات أحلية وتقدر نستخدمها أو المياه الأبار أو المياه النيل طبعاً بصفة خاصة وازاي نقدر احنا بالتوعية اللي بيعملها الأعلام نقدر ازاي نوفر في استخدام المياه يعني بصفة عامة يعني ان شاء الله وجايكة هي منظمة حكومية مستقلة تختص بمساعدة النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول النامية تأسست كمنظمة حكومية في أكتوبر 2003 بينما كانت قبل ذلك تابعة لوزارة الخارجية اليابانية ولديها مشاريع في أكثر من 150 دولة حول العالم مكتب جايكة المكتب اللي بيمثل الحكومة اليابانية في جمهورية مصر العربية اللي بينفذ المشروعات والمنح اللي من الحكومة اليابانية مع الحكومة المصرية بتتعاون طبعاً مع الحكومة المصرية بتقدم الريكوست بتاعها والحكومة اليابانية بتدرسوا وبتنفزوا في مختلف المجالات الجايكة موجودة في مصر من سنة كمكتب مستقل لأن قبل كده كان شغلها تابعة السفارة من سنة 78 المكتب موجود في مصر يعني من أنجح المشروعات بتاعة الجايكة أو المشهورة أو المستشفى أبو الريش الياباني دار الأوبرا كبري بتاع السلام اللي عند الأنطارة شرق حالياً ابتدينا الموضوع بتاع التعليم لما سيبت الرئيس السيسي يوجه أنه هو عايز اليابان تخش في مشاريع للتعليم فابتدينا نعمل المشروع بتاع المدرس اليابانية عملنا الجامعة اليابانية في برج العرب وبرضو دي من النشيطة الكبيرة اللي تعملت طبع الجايكة في حاجات كتير قوي لأن النشاط موجود من سنة 78 لحد النهاردة ففي مشاريع كتير قوي تتعملت وخلصت وفي مشاريع لسه بنشتغل فيها مصر الأول فترة في حياتها كلها تواجه مشكلة نظرة المياه ومشاكل حصول على المياه بعد مشاكل سد النهضة وأعتقد أن لازم يبقى في عندنا رؤية مستقبلية إزاي نقدر نتغلب على المشاكل داية الدولة بتاديت تعمم محطات التحلية تحلية مياه البحر على ساحة البحر الأحمر وعلى ساحة البحر الأبيض تتعملها محطات عملاقة بالإضافة دلوقتي ابتدنا في اتجاه محطات معالجة مياه الصرف الصحي نعمل معالجة ثلاثية لإمكان استخدام المياه اللي نتجة من معالجة مياه الصرف الصحي بعد المعالجة الثلاثية واستخدامها في الأغراض الزراعية اللي ممكنها طبعا من ضمن الحاجات اللي لازم كمان ناخد اعتبارنا فيها إن لازم إن فيه مناطق كتيرة مش مخدومة بخدمة الصرف الصحي سواء قرى أو بعض أجزاء من المدن دي لازم تتعمم هذه الخدمة عشان نقدر نقضي على التلوث ما يقدرش يحصل ما يحصلش أي تلوث في مصادر المياه اللي موجودة عندنا يأتي هذا المؤتمر في ظل تفاوض بعض دول نهر النيل بشأن حصتها المائية عقب بناء سد النهضة حيث يصيغ الجانب الأمريكي الاتفاقية النهائية والتفاصيل الكاملة لتعرض على الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا فيما يتوقع أن يتم التوقيع النهائي على هذه الوثيقة في مارس المقبل قضية المياه من أكبر التحديات اللي بتواجه المنطقة العربية بشكل عام ومصر بشكل خاص وده نتيجة قلة الموارد الطبيعية للمياه العزبة في مصر مع دخول مصر في مرحلة الفقر المائي الوكالة الدولية اليابانية الجايكا بتنظم المؤتمر اللي احنا موجودين فيه نضرة المياه التحديات والحلول في وجود عدد كبير من الخبراء وعدد كبير من الوزراء السابقين والهدف هو الخروج بحلول فورية وسريعة لقضية نضرة المياه فريد أدور سي تي في